الرحيم بسم الله الواحد الأحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صلى على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كورة وبس في كل مكان أهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين ساعات قليلة جدا على حق مجلس إدارة النادي الأهلي في الاحتجاج على هزمته أمام البنك الأهلي 43 في الدور العام يوم 12 مارس و48 ساعة فقط هي المسموح للنادي الأهلي في الاعتراض في حالة وجود خطأ قانوني أو تلاعب والنادي الأهلي تعرض للتلاعب الفاضح من التحكيم ومحمد البنة وموقع القاهرة 24 نشر رسميا تسريبا للحوار اللي دار بين محمود البنة وبين محمد الحنفي حكم الفيديو خلال توقف المباراة لفحص لعبة حسين الشحات اللي أيمن أشرف حرك إيده ومنحها بإيده داخل المنطقة الجزاء وقرة بين زي الشمس على القاهرة 24 نشر النص بالكامل للحوار اللي دار بين محمود البنة ومحمد الحنفي محمد الحنفي بعد أقل من عشرين سنية من التوقف قلب كل وضوح لمحمود البنة اللعبة إيده في جنبه إيده في جنبه تمام يعني تأكيد إيده في جنبه يا كابتن في اللحظة دي اللي محمود البنة بيقول للحنفي متأكد خدوا بالكم من كلمة متأكد خدوا بالكم أحمود البنة بيقول للحنفي متأكد كان مساعد الفيديو اسمه أحمد توفيق كان مساعد الفيديو اسمه أحمد توفيق طلع بيقول للحنفي رجحها يا كابتن رجحها يا كابتن يعني قاعد جنبه بيقوله رجحها يا كابتن بعد حوالي أربعين سنية من المراجعة ومفيش صوت طالع من غرفة الفار طلع صوت محمد الحنفي رايح لمحمود البنة بيقوله استأنف يا كابتن استأنف يا كابتن مرمى معنى استأنف يا كابتن بضربة مرمى الكلام ده معنى ايه؟ اني ما فيهاش ضربة جزاء طب ما قالش ليه ما فيهاش ضربة جزاء وليه استأنف بضربة مرمى لغاية هنا يبقى التلاعب البشع من الحكم محمد الحنفي انما فيه صوت طالع من داخل غرفة الفار لأحمد توفيق طلب بيقول محمد الحنفي فيها لمسة يد مساعد الفيديو أول مرة قال للحنفي يا كابتن رجحها مرة قاله يا كابتن فيها لمسة تمام؟ الصوت ده البنة بيسمعه عايز اقول لي محمود البنة بعد ما سمع الكلام ده بودانه ليه ما خدش قرار ان هو يروح بنفسه علشان يشوفها على الشاشة لستسهل وقرر ما يحسبش بنالتي واضحة زي الشمس للنادي الاهلي لستسهل وقرر يضيع النادي الاهلي ويتلاعب بمصيره ومصير مباراة النادي الاهلي والبنك الاهلي البنة طلع متلاعب مليون المية والحنف فاسد وكاره للأهلي مليار في المية وللأهلي وللأسف النادي الاهلي سلبي 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 جدا جدا اتفرج النهاردة على فيديو منتشر على السوشال ميديا ل 56 سنية من لعبة رقلة الجزاء في مطش الاهلي والبنك الاهلي اللي تجاهلها البني والحنفي واستعماله وطلع نائب رئيس لجنة الحكام وبيستغل ويقول تزهل للفيديو معروض فقط علشان يبين ان ما فيش تسلل الفيديو معمول علشان يؤكد ان ما فيش تسلل الفيديو 56 سنية الشحات بيرجع الكرة العالي معلول وعالي معلول بيمرر للشحات في لحظة خروج الكرة من قدم عالي معلول الى الشحات الفيديو الصورة بتقف الصورة بتقف وبيرستر الموضوع تمام الخط العمودي على خط التماس عمودي على خط التماس من خلف حسين الشحات من خلف حسين الشحات يعني من النقطة الوحيدة اللي يمكن الجزم فيها بكل دقة في تسلل ولا ما فيش الخط امطل حسين الشحات على يسار الصورة ومدافع البنك الاهلي على يمين الخط اقرب الى خط المرمى بفارق 98 سنتيمتر المتر 100 سنتيمتر يعني ده تقريبا بفارق متر كامل ما فيش اي تسلل على الاطلاق بفارق متر كامل يخصارة على احمد الشناوي يخصارة فعلا يخصار الرجل اللي كانت الناس كلها بتستناه علشان تسمع الصدق والعدل والصراحة والشجاعة في فتاوي مع الشناوي دلوقتي بقى خلاص حوسي مع لوسي بعد فتاوي مع الشناوي مصر كلها بتستناه دلوقتي بقى حوسي مع لوسي واللي عايزه لوسي اما محمد البنة الفاق وده فهو الفاق ومحدش ياخد على الكلام ده الا احزنني جدا موقف مجلس ادارة النادي الاهلي اللي ما فيش اي رد فعل على حقوق الاهل الضيعة وبقرر لكم بكل وضوح فاضل بالزبط لغاية الساعة 11 وربعة النهاردة اخر فرصة للنادي الاهلي ان يقدم احتجاج رسمي على نتيجة المباراة ويطالب باعادتها منتظر هشوف مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هتعمل ايه؟ تمام من فضل النادي الاهلي هو سيد الاندية واكتر الاندية فوزا واعلاهم بطلاط ان انا اتنازل عن حقوقي لا بالعكس بالعكس انت صاحب حق فبطالب مجلس النادي الاهلي ان هي تطالب بحقوقه وما تطلبش بحاجة زيادة ابدا للنادي الاهلي عمرها ما هتنفع سبحان الله سبحان الله الحنفي لابد من اقافه او شطبه نهائيا البنة لابد من اقافه او شطبه نهائيا ولكن عايز اوجه كلمة لرئيس لجنة الحكام الفاسد بريراب ايه رأيك في التحكيم المصري التحكيم المصري كان في بطولة امم افريقيا في كوديفار كان رائع 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 فيه ايه هو انتو بره بشكل وجوه بشكل زي ما بيقولوا كده من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله التحكيم المصري بره شيء وجوه مصري شيء ليه احنا موجودين في مصر علشان نزل من نادي الاهلي وبس عايز اشوف بقى عايز اشوف مجلس ادارة النادي الاهلي هيعمل ايه عايز اشوف رئيسنا ورئيسنا دينا الكابتن محمود الخطيب هيتصرف ازاي وهيعمل ايه وهيجيب حقنا دينا ولا لأ بعد التلاعب الكبير اللي حصل في مباراة الاهلي والبنك الاهلي كده انت معاك دليل قوي بالتلاعب وحقك حسب الليحة اعادة المباراة او شطب الحكم نهائيا هشوف مجلس ادارة النادي الاهلي هيعملي في نهاية الحلقة اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم ياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان نوصل لكل جديد بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية استنوني باذن الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته